السلام عليك لو بتعاني من مشكلة البيت الغير مخصب يبقى الفيديو ده النهاردة هيبقى مهم جدا بالنسبة لك الكلمتين اللي هنقولهم في الفيديو دول هيقرفوك الاسباب الشائعة ورق مشكلة البيت الغير مخصب من خلال الفيديو برضو هقولك على الحلول الفعالة اللي تقدر تعالج بيها البيت الغير مخصب وكمان هقولك على ازاي هتقدر تزود الانتاج طيب نيجي لوحدة واحدة من الفيديو ده اول حاجة ايه هي الاسباب اللي احنا كلنا بنقع فيها ويه بتخلي العصفير عندنا تطلع بيد غير مخصب ورقة وقلم وكتبه ورايا او يعني بطاقوا الفيديو عشان تقدروا تستفيدوا من كل معلومة هقولها لحضراتكم لان انا من الاخر الدنيا غالية جدا جدا الاكل غالي جدا جدا الطيور بتتعب مننا في مسألة البيت والرؤاد وبعدين يطلع البيت غير مخصب قصارى عليك وعليهم فالنهار ده هقولك ازاي تحل مشكلة البيت الغير مخصب اول حاجة لازم تكون تنتبه لها وتقوم تبص عليها دلوقتي كم حاجة كده تبص على حجم القفص اللي انت مربي فيه الطائرة عندك هل القفص ده حجمه مناسب لحجم الطير اللي عندك؟ يعني ايه الكلام ده ضحى؟ يعني ما ينفعش خالص ان احنا نحط الطير زي مثلا الكوكاتيل في سلاكة او قفص خاص بالباتجي اولا هيقصف لك الديل والجناحات ويخلي فيه الريش الديل مفتح تاني حاجة مش هيخلي الطائرة عندك يعرف يخصب واذا حاول الطير عندك ان هو يكسر فالمحاولة هتبقى فشلة لان حجم القفص هيبقى دايق هيبقى مفيش مسافة كافية ورا ولا قدام الطائر بحيس ان هو يقدر يكسر في الزاوية المزبوطة او بالدرجة المزبوطة لان اي طائر عشان يقدر يخصب صح والتخصيبة تقدر ان هي تخلي عنقود البيت كله يخصب هي الزاوية 45 فانت بعينك كده زاوية 45 يعني الطائر لازم يقف بزاوية معينة عشان يقدر يخصب لو القفص عندك مش مزبوط وفيه احتكاك ما بين دل الطائر والقفص من وراه او من قدامه او ارتفاعه كمان دايق على الطائر اعمل حساب دايما ورا وقدام وفوق الطائر فوق الطائر عشان الدقة لما بيطلع بيكسر بياخد مسافة فلازم تزبط المسافة دي ما يكونش التاج وخصوصا بتكلم عن كوكاتيل طالع من السلاكة بتاعة من اعلى السلاكة من فوق فدي بتعمل احتكاك وبتعمل هزل الطائر وهو بيكسر مع النتائج نفس الوضع بالنسبة للديل نفس الوضع لو المساحة بتاعة عمق القفص نفسه ديقة لان خده بالكو والطائر الكوكاتيل بيكسر بيبقى فيه حركة من الجناحات بيعملها بتثبت التوازن لو الحركة دي مش مزبوطة فبيخلي التغسيب مش مزبوط فبالتالي بيطلع بيض غير مخصص يبقى احنا لازم نزبط حجم القفص تمام حجم البياضة في الوقت للتكسير مش مشكلة بالنسبة لنا قوي دي بترجع بقى بعد كده لما بيجوا بيرقودوا بيطلع عدد عندك من الفروغ فبتبقى زحمة قوي ودي مش مشكلتنا دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي على البيض الغير مروأ مشكلته ايه وبييجي من ايه تاني حاجة ممكن تخلي البيض عنده طيورك مروأ سن الطائر لو الطائر عندك سنه مش مناسب الطائر هيطلع بيض غير مخصص فبالتالي دي مشكلة ليه لان البيض الغير مخصص ممكن يكون بسبب صغر سن القص عندك يعني القص عندك صغير يعني ايه يعني طم انا واخده على انه هو كبير لا ما هو كبير ما هو ممكن يكون اه بلغ لكن ما نضقش بمعنى ايه زي البناء ادم الصغير كده اه بنا ادم بلغ لكن لسه ما عندهوش اه اكتمال الاجهزة اللي عنده مش مكتملة وما بقتش قوي فبالتالي الاجهزة دي هتبقى ضعيفة هو اه بلغ لكن لسه اه تكوينه الداخلي ما كملش على اكمل وقت فخدوا بالكوا دايما دايما من سن الطائر دايما شغلوا الطيور من سن اه اه ست شهور بالنسبة للبادجي وحداشر عشرة اقل حاجة ممكن تاخدوا تشغلوا بيها الكوكاتيل برضو باقي انواع الطيور برضو لها وقت معين تقدروا تشغلوا فيها طيوركو وفيه وقت احنا لازم نبعد عن عن تشغيل الطيور بتاعتنا زي ايه الوقت حتى اه ان هما لو كانوا اه اه يعني بلغين وقويين وكل حاجة ولكن ما بشغلهمش وقت القلش ده بيبقى صعب قوي على العصفير عندي ان هي تقدر تطلع بيد تطلع بيد مقصصة دايما لما تلاقوا فيه قلش عندنا عند عصفيرنا وهو الريش الصغير بالمناسبة هيزهر فيديو عن القلش وازاي تعرفوا ان فيه قلش عند الطيور وازاي تخلصوا فترة القلش بسرعة لان الطيور بتاعتنا ممكن لو ما طلعناهاش بدري من فترة القلش تدخل من فترة لفترة وتفضل وقت طويل قوي تقلش وده بيدعف جامد جدا جدا الطيور كمان قطرة الادوية بالنسبة للطيور وخصوصا الادوية المضادات الحيوية وبعد من الادوية تديدان ممكن تسبب قل التخصيب عند العصفير بتاعتنا طيب دايما اقول لكم خلي بالكم من سطرات الببرازين سطرات الببرازين بتعطل جدا جدا عملية التخصيب عند الزكرة وممكن تؤدي للعقم عند الزكور تمام طيب وقطرة الادوية وخصوصا المضادات الحيوية بتؤدي الى كتير قوي قوي طول فترة ان يبقى فيه بيت غير مقصب لان الطائر عندك تعبان لسه طالع مهدود من علاج قوي هدو فدايما بعد العلاجات في بعض الخطوات بنمشيها علشان اقدر اطلع تاني بالطائر للصحة المناسبة او يعني يكون صحته مناسبة للانتاج هيزهر فيديو عندنا في الاي اه بيوضح فيه اعمل ايه بعد فترة انا عطيت فيها الطيور عندي علاج اقدر اشد الطائر وطلعه تاني للزروة ازاي بمنتهى البساطة وفي ايام صغنونة جدا تقدر تحيي مش تحيي تنشط اللي بيحيي ربنا اه تنشط تاني طيورك بحيس ان انت تقومها تاني وتقدر تنتج عندك. نقطة مهمة جدا جدا ما بناخدوش بالنا منها وهي دوافر الطيور عندنا. دوافر الطيور عندنا لو الدوافر طويل والسنه مدبب قوي بالنسبة للقصوص اللي عندنا هيبقى مقلم جدا جدا في عملية التزاوك. ففي الفترة دي النتاية بتنفر من الزكر اللي دوافره طويلة لان بيبتدي يجرحها وعشان يقدر ان هو يعني تبقى الزاوية بتاعته مزبوطة معها. فبيحاول ان هو يسبتها عن طريق دوافره. فالدوافر دي ممكن تجرح وتقلم النتاية. فدايما خلي بالك من دوافر الطيور عندك. يعني انا عندي الحكاية دي مسلا بتحصل فين? في الكنارية. الكنارية من وقت للتاني انا بحاول ان انا اقص الدوافر بس الدوافر لها اه اه مساحة في الدفر نفسه يعني ما توصلش للحتة اللي فيها الشعيرات الدموية. قص دايما الحتة المدببة عند الطائر عندك. دي في الكنارية وبتزهر كمان احيانا في الكوكاتيل. فخلي عينكو دايما على دوافر الطيور عندك. لقتوها طويلة شوية يبقى بالقصافة او بالمقص بقص الجزء المدبب ده علشان عملية التزاوج تتم بسلامه تكون العملية نجحة ويبقى التخصيف فيها مزبوط. نيجي بقى لنقطة تانية وهي اللي انت لو ما بتنوعش في التغذية بالنسبة لعصافير. لازم تنوع في التغذية بالنسبة لعصافير. ما انفعش تشتغل بيهم مع حبوب بس. او بوجبات طرية بس. لازم تنوع. نوع ما بين خضار وفاكهة وورقيات ولكن الورقيات تبقى حاجة بسيطة. الفواكه برضو تكون فواكه حلوة. يعني عندنا البطيخة اهو الحمد لله موجود. عندنا الموز. الموز حلو جدا دلوقتي موجود. العينب حلو قوي بس حرصه من الحاجات دي ما تكونش ساعة. الشمام حلو جدا برضو للطيور. حتا كده ماشي الحال. الدرة يا جماعة ابتدى هو ينتشر في الاسواق. بس انا مش عارف انا عندي ليه بعشرة جنيه اكتبولي. اكتبولي بالله عليكم سعر الدرة وصل كام عندكم. لان فيه ناس بتقول لي بجنيه ونص وانا مش عارف ايه الخصة دي. جنيه ونص من عشرة جنيه فرق شاسع. فقولولي بس في التعليقات انتو بتقدموا الدرة امتى وبكيه? وقدمتوه ولا آآ هنيجي لحاجة برضو مهمة جدا هي وضع حجر التحديق. لازم تحطوا تحديق للعصفير. انا خلطة التحديق دي موجودة عندي عند العصفير على طول يا اما قالب التحديق اللي بتلاقوه وبصوا الاحمر ده اللي تحت الاكالة. ده دايما انا ما بشلوش من عند العصفير. التحديق ده بيمدو طيور بكتير من الاملاح اللي بيحتاجها. فبالتالي الاملاح دي بتبقى آآ مهمة جدا جدا وكمان التحديق ده بيضحن الاكل جوه الحويصلة. بيخلي الطائر عندنا يهدم حلوة قوي. فبالتالي بيقدر يستفيد بكل حاجة انت بتقدمها. طبعا مشكلة الددان مشكلة اساسية مع العصفير. ولكن بتبقى شوية شوية ندرة مع الزينة. ولكن قد تحدث. فانت لازم تتابع حكاية الددان. ادي جرعة وقائية للددان مش هتخسرك حاجة. البندكس ممتازة. ادي جرعة آآ آآ تلات نقط على المزقة. آآ يوم كفاية قوي. وبعد خمستاشر يوم تدي جرعة تانية هتلاقي الدنيا معنا بقى ازاي الفل. مش عايز تدي جرعة الديدان. ادي جرعة الشيح منها هتغزي آآ جرعة الشيح للديدان. منها هتغزي الطيور عندك. ومنها هتنزل لو في اي ددان موجودة هتنزلها. اللي عايز يعرف آآ الديدان آآ الشيح بقدمه ازاي للطيور لطرد الديدان هيزهر في حرف الاي. وعندنا خلطة روعة 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 بمعنى الكلمة. انا بستخدمها لعصفيري. مسلا من كل تلات شهور ولا حاجة. بستخدمها لعصفيري تحفة وجميلة جدا جدا. هتلاقوا فرق كبير جدا. الخلطة دي لطرد الديدان ومغزية برضو لعصفيرك. هتبقى حلوة قوي قوي. وهتلاقوا وقتها في زيادة في الانتاج لانها عليها حاجات بتزود الانتاج. طيب. كده انا قلت لك تقريبا على الاسباب اللي بتقدي لان هو يكون عندنا اه مشكلة البيض الغير مخصف. وزي ما قلت لكم في وسط الكلام قلنا بعض الحلول اه لعلاج البيض الغير مخصف. طب هنيجي بقى ازاي ان انا هزود الانتاج بتاع عصفير. عشان تقدر تزود الانتاج وانت ما تطمن لازم تفنت كل النقط دي وتشوف النقط دي كلها اي واحدة فيهم عندك وتبتدي تزبط. نسيت اقولكم ان الوقافة برضو عليها عمل كبير جدا 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 او عامل كبير في البيض الغير مخصف. اللي هي الوقافات البلاستيك دي مرفوضة تماما طالما ان انت عايز انتاج من طيورك او كمان عايز دوافر طيورك تكون بصحة كويسة ووقفتها كويسة. لازم تغير الوقافة من البلاستيك للخشب المبروم. افضل وقافات بالنسبة للكوكاتيل انا بستخدمها حاليا وهي الوقافة اللي هي ايد المكنسة مناسبة جدا للطيور. حلوة قوي للدوافر بتاعتهم وللوقفة والزاوية بتاعتهم بتتزبط الدنيا معنا. طب هنيجي بقى ازاي ان احنا نزود الانتاج عشان تقدر تزود انتاج طيورك. لو هتشتغل كيميائي احنا قلنا بالطبيعي بتشتغل باكلات متنوعة. آآ فيها املاح وفيها احمد وفيها كل حاجة. عندنا زي الحمص. الحمص حلو جدا نظهر في الاي ازاي تعمل وجبة الحمص للعصفير. عندنا الحلبة حلوة قوي قوي بس بالطريقة الجديدة اللي احنا متابعينها برضو هتزهر في حرف الاي. هنيجي بقى لو عايز تشتغل بحاجات كيميائية يبقى انا في الحالة دي بنصحك بايه. آآ في كمان مشروب نسيت اقول لكم مشروب حلو قوي عاملينه في القناة لعلاج البيتن غير مخصص. المشروب ده روعة بمعنى كلمة روعة حلو جدا جدا وهتلاقوا فرق شاسع في تيوركو من كل حاجة. تمام? طيب. انا بقى حدي هيرجع يقولي طب انا عايز اوفر ع نفس الكلام ده كله ودي حاجة كيميائية. في الحالة دي لازم تدي الات. هتدي تلات نقطة او ادي نقطتين من السلينيوم المستورة بلاش المصري. للاسف ان انا بقول بلاش المصري ان ما لوش اي تلاتين لازمة. في الفم مباشرة ادي نقطة في الفم مباشرة كل يوم. للذكر والنتاية مش هيأثر معانا في حاجة. ممكن تديهم لمدة اربع ايام جميل. وزي الفل مع العصفير. وبعد كده ادي منشط للمناعة في المية برضو مفيش مشكلة. يعني واحد ان انا في الفم مباشرة ودي منشط للمناعة في المزقة هيبقى زي الفل معاك. طيب ممكن استخدم ايه كمان? استخدموا لو هتستتمشوا كيميائي استخدموا لدي كلب اتناشر ممتاز جدا 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 لزيادة عنقود البيض وتقل عنقود البيض عند النتيات بيدي اه اه اول العنقود ويخلي النتيجة الكالسيوم بتاعها ما يقلش. اه وفي الحالة دي بنصحكم بيه الدي كلب اتناشر ممكن ندي نقطة بس في الفم مباشرة يومين في في الاسبوع هتبقى زي الفل وممكن ندي تلات ايام في المية هتدي تلات نقط في المية لو انت حابب برضو الدي كلب اتناشر هيبقى ممتاز ممتاز. ممكن كمان ادي الايمجران لو انا عايز ممكن احط اه ربع معلقة ممسوحة على كل المزقة هتبقى زي الفل لان في 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 سناء فوسفات السوديوم وسناء فوسفات السوديوم لفيديو آآ جميل قوي عندنا في القناة لو انت عايز تجيب سناء فوسفات السوديوم لوحده وتستخدمه مع التنور بتاعتنا ليه نتائج مبهرة بتندهشوا منه لما بتشوفوا نتائجه. الحاجات دي بتبقى مهمة جدا 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 تبحها حلوة قوي وشوف كل خطوة فيها. بكده اكون انا حلت ان شاء الله ان شاء الله مشكلة البيض المخصب. هستنى في الكومنتات ان شاء الله. آآ وحاولوا على قد ما تقدروا تشيروا الفيديو. هستنى الجميل بتاعكم واللايك الجميلة بتاعتكم. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.